السلام عليكم أنا محمد غنايم جاك شخص لم يكن موفق كثيرا في حياته كان لديه حلم السفر إلى أمريكا ولكنه تقدم ب16 طلب ورفض بها جميعا كما أنه رفض من عدد من الجامعات الأمريكية ولم يتمكن من السفر إليها عمل هذا الشخص كعام النظافة في كينتاكي وغيرها من المهن لم يكن ذلك الشخص الناجح في حياته أو الذي ولد وفي فمه معلقة من الذهب والآن ثروة هذا الشخص تقدر ب26 مليار دولار قصة هذا الرجل سأسردها عليه اكتباعا خلال أحداث هذه الحلقة وموضوعنا اليوم لماذا تحول الشركات الخاصة نفسها إلى شركات عامة أسس هذا الرجل شركة خاصة به كان يتمنى في يومنا الأيام أن تنافس شركة أمازون الأمريكية كانت هذه الشركة قائمة على بيع المنتجات عبر الإنترنت وسمى هذه الشركة بحلي بابا كانت شركته خاصة كما تعلمون الشركات تقسم إلى شركة عامة وشركة خاصة الشركة الخاصة مثلا هذه الشركة يكون مالكها أنت فلا يمكن لأي شخص أن يستثمر بها أو أن يصبح شريك لك إلا إذا كان يعرفك شخصيا صحيح مثلا بقالة أو محل حلاقة أو شركة محدودة الداخل وهذه الشركات ربحها محدود أيضا أما الشركات العامة هي الشركات الموجودة في سوق الأسهم وأي شخص يستطيع أن يستثمر بها وأن يربح مع ربحها ويخسر مع حسارتها مثل شركة فيسبوك وشركة أبل أو شركة علي بابا التي ذكرناها للتو الآن صاحبنا في القصة أمضى فترة طويلة من حياته وشركته خاصة لا يعرف عنها الكثير وهي محدودة الداخل فقرر أن يحول شركته إلى شركة عامة ليزيد ربحه هذه العملية تتم عبر مرحلة تسمى بالآي بي أو وهي أن هذا الشخص يقوم ببيع جزء من حصته في شركته للمستثمرين ولكن قبل أن تقبل شركته ضمن الشركات العامة لا بد على صاحب هذه الشركة الخاصة أن يقنع المستثمرين أن شركته ستحقق نتائج عالية وأرباع عالية في المستقبل ويتم هذا الأمر من خلال ذهاب هذا الشخص صاحب الشركة الخاصة إلى المؤتمرات الكبيرة ويعرض رؤية شركته على كبار المستثمرين حتى يقتنعوا برؤيته وبالتالي يساعدوه في جعلها شركة عامة وهكذا فعل صاحبنا في القصة قام جاك بإقناع أصدقائه وأقاربه برؤية شركته وأن شركته ستحقق أرباع عالية في المستقبل وبالفعل حصل على تمويل مالي قدره خمسة ملايين دولار قدم من مجموعة جولدمان يعني بالفعل أقنع المستثمرين بشركته وجعلها ضمن الشركات العامة وبالتالي بدأ المستثمرين بشراء الأسهم منها بعد أن تصبح شركتك من الشركات العامة تصبح أنت من البورد أوف دايريكتور يعني أنت ومجموعة أشخاص معك تستطيعون تحديد المدراء في الشركة من المدير العام المدير التنفيذ المدير المبيعات إلى آخره هؤلاء المدراء ليسوا مالكي الشركة بل أنتم من قمتم باختيارهم ليديروا الشركة المدراء هم من يحددون جميع الموظفين الموجودين في الشركة فبالتالي مدير شركة فيسبوك ليس أمالك وهو موظف فقط يقوم بإدارة الشركة يعني أي شخص لديه أعلى نسبة أسهم في الشركة وفي العادة يكون مؤسس الشركة هو مالك الشركة أو من هذا المجلس كونه أنه يمتلك أكبر عدد من الفويت أو الأصوات في الشركة ولكن لو جاء شخص الآن مثلي ومثلك وقرر أن يشتري أكبر نسبة أسهم في شركة ما هل يمكن أن يصبح من البوردو ديريكتور؟ نعم يمكنه ذلك بكل بساطة ولكن عندما نتكلم مثلا عن شركة مثل فيسبوك حتى تصبح من هذا المجلس تحتاج مليارات يعني الأمر ليس سهل طبعا فكرة أن تملك سهم في شركة أخرى لتصبح من هذا المجلس منها انبثقت فكرة التداول هذا الأمر لا يتم مثلا أن تذهب إلى جاك مؤسس علي بابا وتقول له مثلا أريد أن أشتري سهم في شركتك الأمر لا يتم هكذا ولا تبيع الشركة نفسها يعني من داخل مقر الشركة لا تباع سهمها يتم الأمر من خلال شركات وسيطة هذه الشركات هي وظيفتها أن تقوم بالبيع والشراء من خلالها في تلك الشركات سنوضح هذه الشركات بشكل أكبر في الحلقة القادمة إن شاء الله ماذا في مشكلة؟ لا ينزل مرجحك لجدًا من الم店 كتن gabلاً افر Flint قليل من يظلي التقليل بيوجام كيسم يبدون ح ummضحك من تطنبدة إلى فعocks قليل رجع الشركة حايم النظر متعمل طريقة فنك الى الرأس في مدرس وكارب مع تحافظ إذا كراناً متجد ظباك كثيرو لا تفعل ذلك لكر شاملتها لا تفعل شيئاً لا تقرأ ذلك لسدق لك ربما تقرأ ولكن ذلك nopeاناً وخارب عاص طوال كثيرو لا تفعل ذلك وكثيرو لا تفعل ذلك أنه يحقق أن اتعاد على عهدت 60 سنة تشاركاً في عملها أيضاً حريفاً يجب على المشيات في عهدت على عملية But this is my advice to the young people 25 years old Make enough mistakes Don't worry You fall You stand up You fall You stand up Enjoy it I mean 25 years old Enjoy the show Enjoy the show